المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية المجلس الفرنسي للجالية الإسلامية في النسيج للمجتمع الفرنسي بالتأكيد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ساهم في عملية الإدماج الحقيقية لمسلمي فرنسا أولا الديانة الإسلامية لم تكن ممثلة بشكل رسمي وكانت هناك تمثيليات كثيرة لكن ليس لهذا الطابع الرسمي فوجود هذا التمثيل الرسمي جعلت من الإسلام كديانة الفرنسي الأخرى من جنيب آخر صحيح أن الهجرة المسلمة أو الهجرة بصفة عامة العربية الإسلامية بدأت في السبعينات وكان أغلب من كان يأتي حتى قبل حتى قبل فعلا لكن عرفت أوجهها في السبعينات أغلب من كان يأتي كان يفكر في الرجوع إلى بلده الأصلي لم تكن هناك نية الاستقرار ربما هذا هو العائق الأساسي في عملية الإدماج الذين كانوا على أرض فرنسا كانوا يفكرون في العودة إلى بلدانهم ولذلك لم يعملوا بتأصيل وجودهم ولم تكن هناك مؤسسات ربما لم يعود التفكير في مؤسسات الأجيال القادمة هذا العائق الأول العائق الثاني يعني المجتمع الفرنسي كسائر المجتمعات عندما يكون جسم يعتبره غريبا في بدنه يحاول ربما المدافعة والحيلولة دون وجود تأصيل هذا الجسم هناك نخبة من الفرنسيين كان لهم هذا التفكير ونخبة أخرى كانت تفكر أن هؤلاء الموجودون على أرضنا ويساهمون في بناء بلدنا وازدهار اقتصاده هؤلاء سيبقون معنا ولذلك ينبغي أن نعمل كل ما في وسعنا لكي يصيروا مثلنا كمواطنين في فرنسا اليوم نتحدث عن جيل الأحفاد من المهاجرين لجيل الثاني وجيل الثالث ورغم ذلك ما زالت تطرح قضية الاندماج أين الخلل برأيك أستاذ المسوي الأجيال يفترض أنها فرنسية بالكامل وتعرف عن فرنسا وثقافتها أكثر مما تعرف عن بلدانها الأصلية فعلا أجيال فرنسية بالكامل مواطنة حقيقية ونحن عندما أصدرنا ميثاق الأخير ميثاق المبادئ للإسلام الفرنسي ذكرنا أن المبادئ الإسلامية والقيم الإسلامية متماثلة مع القيم الجمهورية وليس هناك فرق بين ما نصب إليه نحن كمسلمين وما نصب إليه كمواطنين لكن هناك بعض العواعق التي ما زالت تظهر من حين آخر هناك جهات متطرفة من يمين المتطرف الذي يعتبر أن الهوية الفرنسية قد تتغير بوجود طائفة مسلمة كبيرة وبارزة في المجتمع وهذه الجهات المتطرفة تغذيها جهات متطرفة من المسلمين وهذه الجهات المتطرفة بعضها يغذي بعضا وأظن هذا هو الإشكال الحقيقي للإذماج هل تغيرت الصورة النمطية للمسلم من الأجيال الجديدة عما كانت عليه في السبعينات وحتى السبعينات من القرن الماضي ما هي ملامحها اليوم؟ مع الصعوبات التي ذكرتها الملاحد الحاذق في المجتمع الفرنسي سيجد أن في جميع المجالات الحياة اليومية يجد الآن مسلمين أو أجيال من أصول إسلامية في الصحافة في المستشفيات الفرنسية كلها أو أغلبها ينبني على سواعد وعقول مسلمي فرنسا الإحصائيات تدل على ذلك أن أكثر المستشفيات من يقوم بها هم من ذوي أصول إسلامية في التعليم وحتى في الوزارات في التعليم في الوزارات في البرلمان في المؤسسات الدستورية الحضور المسلمين أصبح متغيرا في وقت كان الآباء ربما في حقول المزارع وفي طرقات والمصانع وبناء البيوت والعمارات أصبحت الآن هناك عقول مسلمة موجودة في جميع مجالات الحياة فقط ينبغي على المسلمين أن يكونوا حاذرين ويحاربوا بشكل مكثف أكثر كثافة هذا الإرهاب الذي يسيء إلى ثقافتهم وحضارتهم بعد ذلك سيتم الأمر ربما المجتمع الفرنسي سيحس أن هؤلاء وهم غالبية الذين يعملون جادين يوميا في ازدهار فرنسا وهم حقيقة عامل نجاح لفرنسا وليس عامل إحباط الجالة الإسلامية في فرنسا تتألف من أصول وأعراق متعددة هل ترى أن فرنسا تتعامل معهم كمواطنين من أصول مختلفة وأنها تجمع الجميع تحت مضلة المسلمين في فرنسا حقيقة للمجتمع العلماني أو الحكومة أو الدولة العلمانية من المفروض أن تتعامل مع مواطنين على أساس أنها مواطنين بغض النظر عن انتمائهم الديني أو ثقافتهم أو فلسفتهم أو غير ذلك من الأشياء التي قد نفكر فيها لكن موجود جاليات داخل المجتمع هذا أمر واقعي خصوصا أن ربما سياسة سياسة العمارة أو المعمار أو سياسة توطين الشعب الفرنسي ربما ساهم في ذلك لأن الذين جاءوا جدد ربما وضعوا في جهات نائية ومجموعة ومفصولة عن باقي المجتمع الفرنسي جعل أن هناك بعض المشاكل والعوائق صارت أقوى لذلك هناك سياسة جديدة وخطاب السيد ماكرون رئيس الجمهورية في أكتوبر عندما تحدث عن الانفصالية وقال نحن ربما ساهمنا أيضا في إحداث هذه الانفصالية داخل المجتمع الفرنسي فهناك مراجعة مراجعة تقع من السلطات الفرنسية ومن جهات سياسية كبيرة في فرنسا هذه المراجعة ينبغي كذلك نحن مسلمين أن نقوم بها ماذا قدمنا لهذا المجتمع وكيف قدمنا أنفسنا لهذا المجتمع هل ساهمنا في طمأنة مواطنين على أننا قوة خير لا قوة شر وأننا نحب هذا البلد ونساهم في ازدهاره وفي أمنه وأمانه هذا الذي ينبغي كذلك أن نقوم به وأن تكون هناك أشياء عملية تبرهن على ذلك سيد محمد موسوي رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية شكرا لكم وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين إلى اللقاء اشتركوا في القناة